أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة أخذ نسخة احتياطية عن النظام دون برامج خارجية مثل الأكرونسترو اميج أو مثل النورتونغوست رح نتعرف على هاي الطريقة عن طريق الويندوز نفسه خليكم معنا وقبل ما نبلش الفيديو يا شباب لا تنسوا ما تدعمونا بالإعجاب وتشوفوا الفيديو للنهاية لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد بعالم التقنية عندكم أي أسئلة عن طرق أخذ النسخة الاحتياطية تركوا لي بالتعليقات أسفل الفيديو إذن أصدقائي عندي جهاز كمبيوتر مثل ما نشايفينه وخلصت من تثبيت الويندوز وتثبيت جميع البرامج الأساسية اللي بتلزمني طبعا أنا بهذه الحالة الويندوز عندي مية مية لا في فيروسات لا فيه أي شيء مشاكل لا فيه رسائل خطأ ما فيه أي مشقة طيب أنا حابب أعمل نسخة احتياطية في حال صار عندي فشل بالنظام عندي صار رسائل خطأ فيروسات ما إلى هناك استرد هالنسخة الاحتياطية لاحقا شلون فين يساوي هذا الشيء وبدون أي برنامج خارجي فقط من ضمن الويندوز أو عن طريق فلاشة عليها نظام تشغيل ويندوز أول شيء بساوي بدخل على قلب جهاز الكمبيوتر بعمل طلع على فوق هيك واحدة بس إنشان تطلع لي لوحية التحكم بدخل على لوحة التحكم اللي بجهاز الكمبيوتر وبكبرها بهذا الشكل وبقال له أيقونات كبيرة بنتين اللي عند خيار النسخة الاحتياطية والاستعادة ويندوز 7 ليش مسمينا ويندوز 7 ما بعرف علمان أني عم بشتغل على ويندوز 10 أو ويندوز 11 نفس الخيار طبعا رح يكون بالويندوز الحديث مثل ما أنا شايفين عطاني عدة خيارات من بيناتها إنشاء صورة نظام إنشاء قرص إصلاح النظام أنا بدي إنشاء صورة نظام منلاحظ أنه عطاني القطاعات اللي موجودة عندي C D E وما إلى هناك طبعا C ما هيظهر لأنه هو الشيء اللي بنا ناخد عنه النسخة الاحتياطية سيظهر عندي D أو E طبعا أنا ما عندي إلا قطاع واحد اللي هو D بختاره مثلا ومن ثم لو التالي طبعا هلأ هو رح ياخد لي قسم النظام والنظام السي والنظام الأساسي ويندوز وما إلى هناك هدول كلا يعتن هنن نظام التشغيل يعني هنن بيجو ثلاث قطاعات السي أكبر هون ومن ثم هدول قطاعات صغيرة مرفقة مع السي رح نعمل عنه النسخة احتياطية وتصير على الدي نعمل بدء النسخة الاحتياطي وهلأ عبي يعمل نسخة احتياطية متل ما هي للسي تماما على الدي هاي النسخة الاحتياطية تتضمن متل ما أنا شايفين هون رح نأرجيكم تتضمن جميع هدول البرامج كافة مع جميع الاعدادات اللي أنا مجهزة على الويندوز ملاحظة مهمة جدا إذا كنت أنا عامل مجلدات أو عامل ملفات على سطح المكتب أثناء الاستعادة كلها رح تروح ملاحظة مهمة جدا دير بالك يعني إذا أنت كنت تارك لكونش 20 جيج على سطح المكتب ملفات وورد وإكسل وفيديوهات وما إلى هنالك أثناء استعادة النظام رح يروحوا كلهم تمام هاي الملاحظة مهمة جدا حطوها ببالكم وبعد ما خلص من عمل النسخة الاحتياطية يعطيني هذه الرسالة هاي هل ترغب في إنشاء قرص إصلاح النظام بقال له لا بقال له أغلاق وبنتين اللي عند القرص دي وبلاحظ أنه صار في عندي مجلد بهذا المكان هذا المجلد لا تلعب فيه ولا تغير اسمه هذا هو النسخة الاحتياطية للنظام اللي عندك السي وجميع البرامج اللي نازله عندك طيب شو هي الطريقة لاستعادة النسخة الاحتياطية إذا صار عندي فشل بالنظام أو صار عندي رسائل خطأ أو فيروسات أو ما إلى هنالك الطريقة بسيطة وعلى الشكل التالي أول شي بنتقل عند قائمة إبداء ومن ثم عند الإعدادات داخل الإعدادات في عندي التحديد والأمان بنتقل عند خيار الاسترداد من لاحظ أنه ظهرت عندي هالإعدادات هاي إعدادات تعيين هذا الجهاز أو بدء تشغيل متقدم واللي رح أستخدمه هو بدء تشغيل متقدم لحتى استعيد النسخة الاحتياطية اللي حطيتها عدي عندي لاحظوا هلا شباب شو رح يصير لما أعمل إعادة التشغيل الآن مننتقل لكاميرا خارجي ومنعمل إعادة التشغيل الآن منلاحظ أنه أعطاني هالخيارات هدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها خيارات متقدمة منلاحظ أنه في عندي سطر هون اسمه عرض مزيد من خيارات الاسترداد باختاره منلاحظ أنه أعطاني استرداد صورية النظام اختار الامج اللي عندك وأنا ما عندي غير امج واحدة كنت عاملها عم يقول لي حط الباسورد إذا كنت حاطت باسورد سابقا أنا ما كنت حاطت باسورد منلاحظ أنه أعطاني هي الرسالة اللي شايفينها قدامي الرسالة عم تقول لي أنه في عندك نسخة احتياطية موجودة على الدي مساواية بالتاريخ الفلاني طبعا إذا في عندي عدة نسخ أخرى فيني عن طريق Select System Image اختار هذا الخيار واختار النسخة إذا كنت عامل نسخة ثانية أو ثالثة وما إلى هناك رح أعمل التالي مثلا شايفين رح يقول لي أنت ما عندك غير هاي النسخة لو كان في نسخة ثانية كانت رح تظهر هون طيب رح قل له التالي كذلك الأمر بقول له التالي متل ما أنا شايفين عطاني هي الرسالة الأخيرة اللي بقلبها اسم النسخة الاحتياطية تمام وأنه رح يفردها على C بضغطة finish رح يروح كل شي على سطح المكتب رح يرجع النظام متل لما أخدت النسخة الاحتياطية أول مرة تمام شباب هي ملاحظة مهمة جدا كل شي بالمستندات كل شي على سطح المكتب رح يروح ورح يرجع النظام متل لما أخدته آخر مرة طيب هلأ في طريقة تانية لاستعادة النسخة الاحتياطية إذا كنت ما عم بقدر أوصل لسطح المكتب ما عم بقدر فوت على قلب جهاز الكمبيوتر نعم في طريقة تانية وهي عن طريق فلاشة محروق عليها ويندوز عشرة بحرق ويندوز عشرة على فلاشة ومن ثم بوضعها بمدخل اليو اس بي بقوم بتشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على الزر الخاص بالإقلاع عن طريق الفلاشة طبعا كل لابتوب يختلف لحنا على قناتنا في عدة فيديوهات بهذا الموضوع طريقة الإقلاع عن طريق الفلاش ميموري لجميع اللابتوبات نلاحظ انه طلعت عندي الفلاشة اللي عليها ويندوز عشرة باختارها انا مثبت نظام التشغيل النظام 64 بيت مثل ما انا شايفين اعطاني الخيارات الخاصة بتثبيت ويندوز انا هلا ما حتبت ويندوز باختار رح عربي او انجليزي ما عندي اي مشكلة تمام ومن ثم بقل له التالي بهذا المكان رح اختار ربير يور كمبيوتر اصلاح الكمبيوتر تقريبا نفس النافذة اللي طلعت لي قبل شوي رح اختار التربل شوت ومنلاحظ انه طلعت عندي العبارة system image recovery عمي يقول لي انه انت الاميج اللي كانت عندك ويندوز عشرة مثل ما انا شايفين طلعت لي خيارات الاسترداد نفسها اللي طلعت لي اثناء ما حاولت الاستعادة عن طريق الويندوز اذا هيك عن طريق فلاش ميموري لاني ما عم بقدر اوصل للنظام سابقا كنت عم بقدر اوصل للنظام استعدت عن طريق النظام طبعا التالي 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 وما الى هناك وبقدر استعيدها لهالنسخة الاحتياطية اللي موجودة عندي على ادي شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية